نحن الآن متواجدون في بلدة بيت سيرة هذا الحاجز الذي يفصل منطقة غرب رامالله تحديدا بيت سيرة عن مدينة القدس المحتلة وعن أراضي داخل الخط الأخضر هنا وقعت العملية بعدما قام فلسطيني بقيادة مركبة بصورة مسرعة ومن ثم قام بعملية دهس أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين لربما يكون من بينهم أيضا عدد من الجنود الإسرائيليين الحصيلة حسب المصادر الإسرائيلية والتقارير الأولية التي صدرت ستة إصابات ثلاثة منهم في حالة خطيرة تم الإعلان عن مقتل أحدهم والبقية بين خطيرة وطفيفة كما صنفت الإسعافة الإسرائيلي هذه الإصابات ولكن قبل قليل كان وصل أيضا بيتسال إليس مودريش وزير المالية الإسرائيلي إلى مكان العملية أدل بتصريحات قائد لواء الوسط في الشرطة الإسرائيلية أيضا قال بأن الجرحة هم من الجنود ومنفذ العملية هو فلسطيني يبلغ من العمر 41 عام وهو من سكان منطقة غربي رامالله على وجه التحديد لربما يكون كما تردنا في هذه اللحظات بعض المصادر الخاصة هو من بلدة دير عمار أو مخيم دير عمار الفلسطيني القريب من مدينة رامالله يقع إلى الغرب من مدينة رامالله طبعا المنفذ حسب البيانات الجيش الإسرائيلي هو يحمل تصريح دخول إلى القدس المحتلة وقام بتنفيذ هذه العملية التي أسفرت عن مقتل أحد المستوطنين الإسرائيليين أيضا هناك انتقادات شديدة توجه إلى الحكومة الإسرائيلية عقب هذه العملية هناك جلسة تقييم أمني سيعقدها وزير الجيش الإسرائيلي أفغلاند في غضون الدقائق القادمة لبحث داعيات العملية التي وصفت بأنها عملية خطيرة هم يتحدثون عن أربع عمليات في أقل من 24 ساعة جرت في الأراضي الفلسطينية من الخليل إلى نابلس إلى منطقة مدينة القدس المحتلة وعملية الطعن التي نفذت يوم أمس حسب المزاعم الإسرائيلية وهذه العملية التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة ستة آخرين بجروح وصفت بين المتوسطة إلى الخطيرة والطفيفة إضافة إلى استشهاد منفذ العملية العملية صنفت بأنها عملية خطيرة يعقوب شبتاي المفتش العام للشرطة الإسرائيلية أيضا كان وصل إلى موقع العملية وأيضا طلع على سير التحقيقات الأولية التي تحقق في كيفية دخول هذا الفلسطيني بمركبة إلى عمق هذا الحاجز ومن ثم قام بتنفيذ عملية الدهس العملية فعليا حسب المعطيات الإسرائيلية تشير بأن المنفذ استطاع تنفيذ هذه العملية ومن ثم الفرار باتجاه منطقة أخرى غربي مدينة رمالة قبل أن تلاحقه القوات الإسرائيلية والقوات الخاصة الإسرائيلية وقامت بإطلاق الرصاص صوبه ومما أدى إلى استشهاده بطبيعة الحال هناك تقارير تتحدث عن اقتحام منزل منفذ العملية في هذه اللحظات ولكن حتى الآن لا يردنا إلا من مصادر إسرائيلية على وجه التحديد هذا الحاجز هو حاجز كبيم وأيضا يعني الآن يردنا بأن هذا المنفذ المنفذ الفلسطين هو متزوج وله خمسة من الأبناء ولا توجد أي خلفيات أبنية سابقة ينتمي إليها المنفذ الفلسطيني الذي كما ذكرت يبلغ من العمر واحد وأربعين عام وهو من سكان مخيم دير عمار قد خلال الدقائق القادمة قد نسمع خبر اعتقال دويه واعتقال لربما أشقاء المنفذ واستجواب أبنائه وزوجته بطبيعة الحال لأننا نتحدث عن عملية لربما تصنف بأنها عملية صعبة إسرائيليا أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة ستة آخرين بجروح مختلفة لكن التجديدات الإسرائيلية عبر الحواجز الإسرائيلية كبيرة جدا نلحظ حركة نشطة للجيش الإسرائيلي في الشوارع والطرق الالتفافية غربي مدينة رمالة قبل قليل من حاجز نعلين باتجاه هذه النقطة التي نقف عليها شهدنا عناصر من الجيش الإسرائيلي يتجولون عند الطرقات نصبه كماء ونصبه حواجز ازدادت وتيرة الإجراءات التفتيشية عند هذا الحاجز على وجه التحديد الذي يدخل منه مئات وربما آلاف العمال للعمل داخل إسرائيل وداخل المستوطنات الإسرائيلية لكن أن يقوم هذا المنفذ والذي يحمل تصريح ولا يوجد له خلفية ربما أمنية سابقة ولا يوجد أي جنح أمنية عليه كما تصنف إسرائيليا هو المستغرب لدى الجيش الإسرائيلي التحقيقات تسير لماذا قام هذا الفلسطيني بتنفيذ هذه العملية هل هناك ربط ما بين العمليات التي وقعت في الأوين الأخيرة وبين هذه العملية كل هذه التحقيقات يجريها جهاز الشباك والشرطة الإسرائيلية والمخابرات الإسرائيلية في هذه الأوقات لكن أيضا هناك دعوات للفلسطينيين بضرورة الأخذ الحيطة والحضر للذين يسلكون الطرق التي يسلكها المستوطنون على وجه التحديد وهذا طبعا قد يؤدي إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين إذا ما قام المستوطنون بتنفيذ عمليات ربما عدائية ضد الفلسطينيين عقب هذه العملية ولكن بطبيعة الحال نحن نشهد تجديدات كبيرة جدا هذا الحاجز الذي وقعت عنده العملية نفذها الفلسطيني وبعد ذلك استطاع الفرار إلى منطقة أخرى قامت قوات كبيرة من الجيش بملاحقته ومن ثم تحييد المنفذ قبل أن يتم الإعلان عن استشهاد هذا الشاب الفلسطيني نحن من خلفك ضياء نتابع معك أعداد السيارات من خلفك إلى متى يبقون هناك في انتظار إعادة فتح الحاجز نعم هذه السيارات التي نلحظها خلفنا هي مركبات للفلسطينيين هم يتوجهون عند ساعات الفجر الأولى للعمل داخل المدينة القدس المحتلة أو داخل المدن الإسرائيلية أو داخل الخط الأخضر يتجهون يعني يقومون بوقف أو إركان مركباتهم هنا عند هذا الحاجز ومن ثم يتوجهون إلى إجراءات الفحص والتدقيق في بطاقات الهوية والتصريح الخاصة واللازمة لدخول العمال الفلسطينيين وعدد العمال الفلسطينيين فعليا يفوق 300 ألف فلسطيني يعملون أو أكثر من ذلك يعملون داخل إسرائيل أو داخل الخط الأخضر وفي مدينة القدس المحتلة هؤلاء العمال فعليا ما أنتقى عملية حتى يتم إجراءات أو فرض إجراءات تقييدية على حركتهم عندما يدخلون يوم غد على وجه التحديد يتعرضون لتنكيل وتبتيش بصورة أوسع مما حصل في الأيام الماضية نظرا لأن هذه العملية يتبعها ما يتبعها من إجراءات تنكيلية بحق الفلسطينيين ولكن أيضا بعد أن يتم لربما يعني اعتقال ذوي المنفذ أو أقرباء هذا المنفذ حتى يعني يتم فرض إجراءات عقابية قد نشهد خلال الدقائق والساعات القادمة اقتحام واسع لبلدة دير عمار أو مخيم دير عمار ومن ثم الشروع بأخذ قياسات منزل المنفذ في وقت لاحق وبعد ذلك يتم اتخاذ إجراء قانوني ضمن المحكمة الإسرائيلية العليا بأن يقوم الجيش بهدم المنزل المنفذ لأن هذه العملية أسفرت عن مقتل إسرائيلي وأيضا إصابة ستة آخرين بكل الأحوال نحن نتحدث عن حالة غضب داخل على مواقع التواصل الاجتماعي على وجه التحديد على سبيل المثال وزير المالية الإسرائيلية الذي زار هذه المنطقة التي نقف عندها على وجه التحديد قال من موقع العملية بأن العمليات أصبحنا كإسرائيليين ندف في كل يوم إسرائيليين يجب أن نغير هذا القدر حسب تصريحاته التي أطلقها لوسائل الإعلام إسرائيلية قبل قليل عند مكان وقوع العملية لكن بكل الأحوال نحن نتحدث عن عملية وقعت في الخليل نتحدث عن عملية يوم أمس تفجير عبوة في الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يرافقون المستوطنين في اقتحام قبر يوسف في منطقة مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة جنود على الأقل حسب اعتراف الجيش الإسرائيلي نتحدث عن عملية أخرى في مدينة القدس وقعت يوم أمس نفدها شاب فلسطيني قاصر يبلغ من العمر 17 عاما حسب المزاعم الإسرائيلية وأيضا هذه العملية الرابعة التي حصلت بالإضافة إلى أيضا عدد من العمليات عمليات رشق الحجارة التي قام بها عدد من الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والتي أسفرت عن إصابة أيضا مستوطنين إسرائيليين بجروح طفيفة لكن التجديدات تعود للتأكيد بأن هناك ربما حالة من التجديدات خلال الشهر القادم الذي لم يتبقى سوى أيام تفصلنا عنه هناك عياد تحل على إسرائيل وهذه العياد تزداد فيها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك خصوصا بأن هناك دعوات مكثفة بأن يكون الاقتحام لا سابق له بمعنى أن العداد قد تكون كبيرة جدا وقد يشكل هذا ربما مزيد من العمليات الفلسطينية نتيجة هذه الاقتحامات المستمرة والمتزايدة ونتيجة أيضا اعتداءات المستوطنين وقيام الجيش الإسرائيلي في كل يوم بتنفيذ عمليات اعتقال اشتركوا في القناة